بسم الله الرحمن الرحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع لقاء مع فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان الدرس الرابع والثمانون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مستمعين الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد باللقاءات برنامجكم شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان عضو هيئة كبار علماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء في مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلة الشيخ حياكم الله شيخ صالح عياكم الله وبارك فيكم ما زلنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب البيع وقفنا عند قوله باب الشروط في البيع بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين قال رحمه الله تعالى باب الشروط في البيع الشروط جمع شرط والشرط لغة العلامة قال تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها أي علاماتها والشرط كما عرفه الأصوليون هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته والمراد بالشروط هنا اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه منفعة اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر ما له فيه منفعة بموجب العقد والأصل العصل جواز الشروط لقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرما حلالا وقال عليه الصلاة والسلام كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط فدل على أنه لا يحرم من الشروط إلا ما خالف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم قال منها صحيح كالرهني الشروط في البيع الشروط في البيع قال في البيع لأجل أن يفرق بينها وبين شروط البيع التي سبقت فهذهك شروط لصحة البيع وأما هذه فهي شروط في البيع وهي تنقسم إلى قسمين شروط صحيحة وشروط فاسدة الشروط الصحيحة تنقسم إلى قسمين أيضا القسم الأول ما هو من منفعة العقد كالرهن وتأجيل الثمن وصفة تكون في المبيع كأن يكون العبد كاتبا أو خصيا أو مسلما أو تكون الأمة بكرا ففي هذا النوع مصلحة للعقد فالرهن معناه توثيق معناه التوثيق بعين توثيق الدين بعين يمكن استفاؤه منها أو من ثمنها هذا هو الرهن والأصل فيه قوله تعالى وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة وفي قراءة فرهن مقبوضة وتأجيل الثمن التأجيل غير الحال لأن البيع على قسمه بيع حال كان يقول هذه السلعة بمئة حالة أو هذه السلعة بمئة وخمسين مؤجلة فالتأجيل أيضا من مصلحة العقد الراهن من مصلحة العقد لأنه توثيق له نعم والتأجيل أيضا من مصلحة العقد لأنه يرغب المشتري المشتري يرغب المؤجل وكذلك صفة في المبيع هذا مما يرغب المشتري كان يكون العبد كاتبا يعني يحسن الختابة أو يحسن الصناعة أو غير ذلك من الحرف فإن هذا مما يرغب الزبائن فيه ومما يزيد في قيمته فإذا شرط المشتري أن العبد الذي اشتراه يكون يحمل صفة من الصفات المرغبة كالكتابة والحرفة المقصودة أو أن يكون العبد أو خصيا وهو مزال الخصيتين أو الموجوء وذلك من أجل غض بصره غض بصره عن النساء لأنه سيكون في البيت وفي الخدمة فإذا كان خصيا فإنه تؤمن معه الفتنة بخلاف ما إذا كان غير خصي فإنه لا تؤمن منه الفتنة أو أن يكون العبد مسلما أن يكون العبد مسلما لأن العبد المسلم له ميزة على العبد الكافر نعم والآمة بكرا أو تكون الآمة التي يشتريها بكرا لأن البكر أرغب من الثيب ويكون لها زيادة قيمة ولها رواج إذا أراد أن يبيعها بخلاف الثيب فإذا شرط المشتري هذه الصفات في المبيع فهذا شرط صحيح لأنه لغرض صحيح ولأن له تأثيرا في الرغبة نعم ونحو أن يشتريط البائع سكن الدار شهرا وحملان البائع النوع الثاني من الشروط الصحيحة أيضا أن يشتريط نفعا أن يشتريط المشتري أو البائع نفعا في المبيع نفعا في المبيع فاشتراط البائع النفع في المبيع كأن يبيع دارا ويشتري سكنها شهرا أو يبيع بعيرا ويشتريط حملانه إلى موضع معين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من ابن عمر بعيرا فشرط ابن عمر على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحمل عليه إلى المدينة فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ما شرط ولا بد يكون الموضع الذي يحمل إليه يكون معينا لتزول الجهالة نعم أو شرط المشتري على البائع حمل الحطب أو تكسيره أما النفع الذي يشترط للمشتري على البائع فكما لو شرط على البائع حمل الحطب اشترى منه حطبا وشرط عليه أن يحمله إلى بيته أو إلى محل كذا فهذا بيع وشرط هو جاهز لأن هذا الشرط فيه نفع للبائع وقد اشترى محمد بن مسلمة حزمة حطب من نفط من الأنباط وشرط عليه حملها إلى بيته أو شرط نعم أو شرط خياطة الثوب أو تفصيله أو شرط على البائع أو شرط المشتري على البائع تكسير الحطب كما لو اشترى منه حطبا وشرط عليه أن يكسره له أو اشترى منه ثوبا وشرط منه أن يخيطه يعني يشترى منه قماشا وشرط منه شرط عليه أن يخيطه فهذا الشرط صحيح لأنه من منفعة المشتري نعم قال وإن جمع أو تفصيله نعم أو شرط على بائع القماش أن يفصيله له فهذا شرط صحيح نعم قال وإن جمع بين شرطين بطل البيع إن جمع بين شرطين مما سبق كان يشتري خياطة الثوب وتفصيله أو شرط حمل الحطب وتكسيره فهذا باطل هذا الشراط باطل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرطين في البيع نهى عن الشرطين في البيع وهذا عن شرطان وإنما الذي يجوز كما سبق شرط واحد ولكن الصحيح أنه لا بأس بذلك أيضا أنه إذا جاز الشرط جاز الشرطان وكل ما فيه مصلحة وأما النهي عن شرطين في البيع فالمراد به بيع العينة الذي سبق أن يبيعه أن يبيعه سلعة بثمن مؤجل بشرط أن يشتريها منه بثمن أقل من المؤجل فهذا هو الشرطين أو الشرطان المنهي عنه ما في البيع على الصحيح نعم قالوا منها فاسد يبطل العقد لما انتهى من النوع الأول وهو الشرط الصحيح وأقسامه انتقل إلى النوع الثاني وهو الشرط الفاسد وهو ثلاثة أقسام شرط الفاسد عن الباطل وهو ثلاثة أقسام القسم الأول فاسد يفسد العقد ولا يصح معه العقد الشرط الثاني شرط يفسد في نفسه ولا يبطل العقد العقد صحيح النوع الثالث شرط لا يصح معه العقد ويأتي تفصيل ذلك نعم قال منها فاسد يبطل العقد كاشتراط أحدهما على الآخر عقدا آخر كسلف وقرض نعم الشرط الباطل الذي يبطل العقد هو شرط بيعتين في بيعة كما لو قال بعتك هذه السلعة بشرط أن تبيعني سلعة كذا وكذا بعتك هذه الدار بشرط أن تبيعني سيارتك أو دارك فهذا باطل لأنه بيعتاني في بيعها المنهي عنه على أحد التفسيرين أو شرط عليه السلف في القرض بعتك هذه الدار بشرط أن تقرضني كذا وكذا من النقود فهذا بيعتان في بيعة لأنه بيع من طرف وسلف من الطرف الثاني مشروط أحدهما في الآخر فيبطل ذلك لأنه هو معنى بيعتين في بيعة على أحد التفسيرين أو السلم كان يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن تسلم إلي كذا وكذا من الطعام والسلم هو تأجيل أو السلف بالفاء هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمان فإذا قال بعتك هذه السلعة بشرط أن تسلم إلي أو تسلفني كذا وكذا من الثمر فهذا باطل يبطل العقد لأنه بيعتان في بيعة نعم وقرض وبيع وإيجارة وكذلك عرفنا القرض كذلك بيع وإيجارة كان يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن تؤجرني بيتك بعتك هذه السلعة بمئة ريال بشرط أن تؤجرني بيتك بخمسين ريال مثلا أو بأكثر أو بأقل فهذا لا يجوز لأن الإيجارة بيع فهو باعه وعقد معه بشرط أن يعقد الطرف الثاني معه عقدا آخر وهذا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم في نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعه أو كذلك إذا جمع بين بيع وصرف كان يقول بعتك هذه السلعة بشرط أن تصرف لي هذا الذهب أنا بعتك هذه السلعة بكذا وكذا بشرط أن تصرف لي هذا الذهب بدراهم أو العكس أن تصرف لي هذه الدراهم بزهب أو تصرف لي هذه الدراهم بدنانير أو دولارات فهذا عقدان في عقد واحد وهو بيعتان في بيعة هذا يقع في كثير بباعات إذا أتي بفئة نقدية كبيرة اشترط على من يريد الصرف أن يشتري منه بعضهم يصرح بالشرط بعضهم لا يصرح هذا ما يجوز هذا هو نفس القضية يقول أنا أصرف لك ما يخالف نعم شرط أن تشتري مني شرط أن تشتري من هذا هو بيع وصرف هو المنهي هو بيعتان في بيعة نعم بعضهم لا يشترط يدعو إن كان اشترى منه شيئا صرف له أو اعتذر أنه ليس عنده وصرف ولا يشترط شيئا إذا ما باعه فما صار شيئا نعم قال وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا وده هذا بيان للنوع الثاني من الشروط الفاسدة وهو الشرط الذي يفسد في نفسه ولا يفسد العقد كان شرط أن لا خسارة عليه يقول أنا أشري منك هذه السلعة بشرط أنه تربح نعم فإما جابت لي ربح أنا أردها عليك هذا باطل هذا الشرط باطل والبيع صحيح ومنعقد فالبيع لأنه تم مستوفيا لشروطه أما كونه يشترط أنه لا خسارة عليه هذا شرط فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد هذا ينافي مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن المشتري يملك المبيع سواء ربح فيه أو خسر نعم قال وإن شرط أن لا خسارة عليه أو متى نفق المبيع وإلا رده هذا من جنس الأول متى نفق المبيع يعني راج كله رواج في السوق أما إذا صار ما يقبل في السوق أو الراب فيه كثير فأنا برده عليك يقول هذا شرط فاسد والبيع صحيح أو لا يبيع ولا يهب ولا يعتق أو قال بيعك هذه السلعة بشرط أن لا تبيعها هذا ينافي مقتضى العقد لأن الإنسان إذا شرى شيئا وملكه يتصرف ببيع أو هبة فإذا قال بشرط أن لا تبيعه أو بشرط أن لا تهبه فهذا شرط فاسد والبيع صحيح لأنه ينافي مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن المشتري يتصرف في المبيع لأن يبيعه أو يستهلكه أو يهب أو أن يهبه لغيره هو خر فيه أما أنه يحجر عليه يقول بشرط أن لا تبيعه بشرط أن لا تهديه إلى أحد لا تهبه لأحد فهذا حجر على المشتري فيما أحل الله له سبحانه وتعالى أن يتصرف في ملكه نعم ولا يعتق أو إن أعتق فالولاء له وكذلك لو شرط باع عليه عبد وشرط عليه أن لا يعتق هذا شرط باطل والبيع صحيح وللمشتري أن يعتق العبد ولا عبرة بهذا الشرط لأن 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 المشتري إذا ملك السلعة وملك العبد جاز له أن يتصرف فيه بأي نوع من التصرفات المباحة ومنها العتق للعبد بل العتق مرغب فيه فلا يحجر عليه ويقول له لا تعتقه هذا حجر وهذا منع لما رغب الشارع فيه وهو العتق أو شرط عليه إن أعتقه فالولاء له الله جل وعلا جعل الولاء للمعتق وهو الإرش المعتق يرث العتيق إذا لم يكن للعتيق وارش والعتق عصوبة العتق عصوبة سببها أو الولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق فإذا قال له إن أعتقته فالولاء لي إن أعتقت هذا العبد الذي بعته عليك فالولاء لي وليس لك هذا شرط باطل لأنه يخالف كتاب الله عز وجل ولما جاءت بريرة وهي عبدة مملوكة كاتبها أهلها جاءت إلى عائشة تطلب منها الإعانة على تسديد كتابتها قالت لها عائشة رضي الله عنها إن شئتي سنقدتها لهم ويكون الولاء لي فلهبت إليهم وأخبرتهم وقالوا لا نبيع عليها لكن يكون الولاء لنا فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم غضب وخطب عليه الصلاة والسلام وقال ما بال أقوام يشتريطون شروطا ليست في كتاب الله كل شرط ليس في كتاب الله فإنه باطل وإن كان مئة شرط إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وإنما الولاء لمن أعتق فإذا شرط الولاء له وهو ليس معتقا فهذا شرط باطل لأن الولاء لا يباع ولا يوهب الولاء لمن أعتق لا يباع لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب نعم سأل الله إليكم قال أو أن يفعل ذلك أو أن شرط عليه أن يفعل هذه الأمور باعه سلعة وقال بشرط أنك تبيعها بشرط أنك تبيعها ولا تخليها على ملكك نقول هذا شرط فاسد لأن هذا يلزم المبيع أي يلزم البايع بما لا يلزمه وهو حر في ماله فلو شرط عليه أنه يبيعه قال بعتك هذا الشيء بشرط أن تبيعه ولا تبقيه على ملكك نقول البيع صحيح والشرط باطل لأنه ينافي مقتضى العقد لأن مقتضى العقد أن المالك يتصرف في ملكه إذا اشتراه ببيعنا وغيره وكذلك قال له أبيعك هذه السلعة بشرط أنتهبها لفلان فهذا البيع صحيح والشرط باطل لأنه لا يلزم المشتري أن يهب ما اشتراه بل هو حر في ذلك إن شاء وهبه وإن شاء لم يهبه ولا يلزم بإخراجه عن ملكه أو قال بيعتك هذا العبد بشرط أن تعتقه بشرط أن تعتقه ففي هذه الصورة يصح الشرط ويلزمه الاعتق لأن الشارع يتشوف إلى الحرية ويرغب في الاعتق نعم قال بطل الشرط وحده إلا إذا شرط لإتقى بطل الشرط وحده وصح العقد في هذه الصور إلا إذا شرط عليه أن يعتقه فإنه يلزمه العتق لأن العتق أمر مطلوب شرعا نعم وبعتك على أن تنقذني الثمن إلى ثلاث وإلا فلا بيع بيننا صح نعم بعتك هذه السلعة بشرط أن توفيني الثمن إلى مدة كذا وكذا فإن تعدى مدة كذا وكذا فلا بيع بيننا هذا صحيح لأنه لغرض صحيح قال بعتك هذه السلعة بعشرة آلاف بشرط أن تسددني قبل مضي شهر كذا وكذا أو قبل مضي سنة كذا وكذا فله ما شراط لأن هذا لغرض صحيح نعم وبعتك إن جئتني بكذا أو رضي يا زيد هذا النوع الثالث من أنواع الشروط الفاسدة وهو أن يبيعه بيعا معلقا الواجب في البيوع أن تكون منجزة ولا تكون معلقة على شرط لما في ذلك من الضرر على المشتري لأنه لا يتمكن من التصرف في المبيع لكونه بيعا غير مجزوم به والواجب في العقود أن يكون مجزوما بها لا معلقة فإذا قال بعتك إن رضي يزيد أو إن جئتني بكذا أو يقول للمرتهن إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك بهذه الصور لا يصح البيع لأنه بيع معلق بيع معلق والمفروض في البيوع أن يكون مجزوما بها ولأنه إذا قال إن جئتك بحقك وإلا فالرهن لك هذا يخالف قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فالرهن إذا حل الأجال فإنه يباع إن كان من جنس الدين يستوفى الدين منه وإن كان من غير جنس الدين فإنه يباع ويسدد الدين منه فإن بقي شيء من القيمة فإنها تكون للمالك للراهن ولا يغلقه عليه المرتهن ويقول الرهن لي ويصادره منه هذا حرام لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه فهذا يلغي حكما شرعيا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو شرط باطل السلام عليكم ونفع بكم مستمعين الكرام كانت هذه نهاية حلقتنا في شرح زاد المستقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة